هتكلم مع حضراتكم في كذا ونقطة النقطة الأولى هتكون عن واحد شرير مالوش نصيب من اسمه طلع يتكلم على النادي الأهلي وعلى قناة النادي الأهلي وعلى كابتل أيمان شاوي وكالعادة بطريقة لا علاقة لها بالرياضة يعني ممكن جدا تكون ما بتحبش النادي الأهلي انت حر شجع زي ما انت عايز وعمل اللي انت عايزه حاجة ما تخصنيش بشجع الفريق اللي انت عايزه بشجع الزمالك شجع الإسماعيلي شجع الاتحاق شجع أي حد احنا طبعا كلنا عارفين انتماء الراجل ده ايه لكن طلع تتكلم على الأهلي والاتحاد السكنداري في السلة وتقول نظام كرة السلة كذا 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 نظام المسابقة ظالم طب يا دي لوائح المسابقة اللي كل الأندية موافقة عليها قبل بداية الدورة يعني لو كان الأهلي اتغلب كان إيه اللي حيحصل الاتحاد اتغلب ما قالش حاجة ده نادي الاتحاد نفسه الاتغلب ما اعترضش لأن هذه هي الرياضة المنافسة باحترام وبشرف خلي بالحضراتكم مهم جدا تعرفوا أن هناك بعض المثير الفتن بعض المثير الفتن مثل هؤلاء هم من المثير الفتن اللي كنت بتكلم عنه مبارح واللي هتكلم عنه النهاردة واللي هتكلم عنه في الأيام القادمة كل دول طب ما بيعملوش حاجة غير أن هم إزاي يثيروا الفتن ما بين الأندية وبعض معروفين كنت مرة من حوالي شهر شهر ونص كده عاملين هنا من خلال قناة النادي الأهلي ومن خلال بيتك كبير تحديدا حلقة عن الإعلام الرياضي ودخل معايا الأستاذ أحمد موسى الأستاذ أحمد موسى قال لي 95% وبعد رجع على 92% من الإعلام الرياضي والغير رياضي أو السياسي يعني والاقتصادي والكلام ده كله ناس يعني أصبحت تعلم أن موطن الفتنة انتهى وبالتالي يجب أن يكون هناك احترام حتى في الانتقاد ده مش معناه أن أنا سيب حقي ولكن معناه أن أنا بقى محترم وده الإسلوب اللي دايما قناة الأهلي بتسير به وستسير به طول عمرها لن تختلف عن هذا الأمر لأننا سواء إسلام موجود أو مش موجود هتلاقي نفس الناس بتتكلم بالاحترام وبالأدب وبالأخلاء لأن هذه هي الطريقة المعتادة طول ما أنت بتحمل اسم وشعار النادي الأهلي فالمثير الفتن دول 5-6% عايزين نقضي عليهم علشان تصبح الفترة القادمة فترة من أفضل فترات الرياضة في مصر مش كرة القدم الرياضة في مصر لأن أمثال هؤلاء هم عايشين على الخناقات عايشين على اللي هم بيعملوه ده التفرقة ما بين الأهلي وبقية الأندية المحترمة كل الفترة موافقة على لايحة أنت مالك قصة ده مش رأي دي لايحة وبيتم تطبيقها عشان تقول أن أنا بعبر عن رأي ده مش رأي أنت بتعبر عن كرهك عن اللي جواك حضرتك مش طرف عشان تتكلم عن هذا الشكل وكلام يعني غريب جدا وكلام أنا ما بحبش أتكلم بهذه الطريقة ودائما زي ما حضرتكوا شايفين لما بنيجي نتكلم بنتكلم باحترام وبأدب كابتن أيمان لما تكلم تكلم باحترام ما عندوش أي مشاكل كابتن أيمان له تاريخ كابتن أيمان شوق له تاريخ كبير في كرة القدم سواء مع النادي الأهلي أو مع المنتخبات الوطنية أنا مش هقولك بقى بص لتاريخك وبص لمش عارف إيه أنا مش هرجع للي أنت بتعمله لكذا أنا هتكلم عن ما يخصنا أنت كل اللي بتحاول تعمله أن أنت تعكر فرحة الأهلي بأي انتصار ده قد يكون لأنه هو نفسه ما عندوش أي انتصار ما عنديش يعني أنا لما يبقاش يعني ما عنديش شغل فبقعد أعمل إيه أقعد أخبط في ده وخبط في ده وخبط في ده وخبط في ده وخبط في ده أنا فاضي فأنا ما عنديش أي انتصارات فأقعد أقول بقى هنا الأهلي وهنا الاتحاد وهنا الإسماعيلي وهنا الزماء كذا وكذا وكل الأندي لا أنت لك علاقة بالأهلي ولا لك علاقة بالأهلي ولا لك علاقة بالاتحاد ولا بكرة السل كل ما بتتكلم يعني أنا كنت ساكت الفترة اللي فاتت الحقيقة عن هذا الأمر لأنه كان الكابتن أيما نتكلم ولكن يعني هنرجع نتكلم ونقول إيه تاني إن شاء الله حيجي يوم يكون هؤلاء الأشخاص متعمدي إثارة الفتن إن شاء الله ينتهي لأنه كل ما هيتكلمه لازم أوضح ولازم أرد